أحسن الله إليكم هذا سائل يقول ما هو الإسبال المحرم وهل يعد هذا الإسبال وحلق اللحية من الكبائر أما الإسبال فهو من الكبائر وهو أن ينزل الثوب أو البشت أو أي ملبوس أو الإزار ينزل عن الكعبين قال صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار هذا هو الإسبال ما نزل عن الكعبين من اللباس هو في النار ولباس المسلم من الكعبين فما فوق إلى نصف الساق هذا لباس المسلم وما نزل عن الكعبين فهو الإسبال المحرم وهو كبير من كبائر الذنوب ولا يجوز أن يتخذ المسبل إماما يصل بالناس وهو مسبل حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأما حلق اللحية فهو محرم ومعصية ظاهرة ولكن لا يصل إلى حد الكبيرة لكن إذا جاهر به وداوم عليه قد يصل إلى حد الكبيرة بالمجاهرة والمداوم عليه لأن المداومة على الصغيرة يسيرها كبيرة والتساهل في الصغيرة يسيرها كبيرة فعلى كل حال حلق اللحية محرم وخطر وقد يأول بصاحبه إلى أن يكون كبيرة بالمجاهرة والاستمرار عليه فالواجب التوبة إلى الله وترك اللحية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وجز الشارب وإحفاء الشارب وأما اللحية فإنها تعفى وتكرم وترسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر